وسط أجواء مبهجة تشهد اللجان والانتخابية مشاركة واسعة من كبار السن والمعمرين المزيد في التقرير التالي في مصر شهدت الانتخابات الرئاسية 2024 إقبالاً كثيفاً وكبيراً من كبار السن وذلك حرصاً منهم على استخدام حقهم الانتخابي والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية حيث سطر كبار السن والمعمرون ملحمة وطنية جديدة بدأت أول أيام الانتخابات الرئاسية وإيماناً منهم بأهمية تلك الانتخابات ودورهم الوطني حرصوا على الحضور مبكراً قبل بدء التصويت للإدلاء بأصواتهم وكانوا من أوائل المواطنين الذين أدوا واجبهم الوطني حيث امتلأت المقار الانتخابية في أنحاء الجمهورية وحرصت اللجان الانتخابية والشباب المتطوعون على مساعدتهم وتوفير الكراسي المتحركة لهم ولم يكن كبار السن فقط بل ولفتت الانتباه في عدد من محافظات الجمهورية مشاركة عدد من المعمرين في الانتخابات الرئاسية وهو ما منح هذه الانتخابات سمة خاصة تؤكد التلاحم والحرص بين كل الأجيال على المشاركة في هذا الواجب الوطني وحرص كبار السن على رسب مستقبل البلاد ومستقبل الأجيال القادمة لتكون نقطة مرجعية لهم في الحرص على التعبير السلمي عن رأيهم ورغم مرضهم وأعاقتهم فلم يمنعهم عدم القدرة الجسمانية عن تأدية الواجب فقد أعطوا لجيلنا الحالي درسا في حب الوطن والانتماء له المشاركة أمانة وواجب وطني وأمل دائم في حق التعبير عن الرأي انزل شارك صوتك أمانة